بسم الله الرحمن الرحيم والسؤال هو يقول كالتالي يقول إن البرنامج السابق اللي سويناه لا يسمح المستخدم بإدخال أسعار مختلفة للعاب المختلفة فقوم بتعديل البرنامج السابق إلى برنامج نقطة بيع تفاعلي برنامج Interactive يعني نستخدم Point of Sale برنامج نقطة البيع هذه تستخدم دائما في المحلات اللي فيها بيع عند الكاشير يعني البرنامج جديد يعمل كالتالي يقرأ البرنامج بيانات مجموعة من الألعاب بشكل مستمر حتى يقوم المستخدم بإدخال رقم ناقص واحد كـ ID لللعبة كرقم معرف لللعبة لكل لعبة يقرأ البرنامج رقم وسعر اللعبة زين هذا الشيء الأول برنامج الشيء الثاني إذا اشترى الزبون أكثر من لعبتين فسيحصل على تخفيض 20% وإلا فسيحصل على السعر العادي الشيء الثالث أن يقوم البرنامج بطبعة السعر قبل التخفيض وقيمة التخفيض والسعر بعد التخفيض يعني بعدما يقرأ مجموعة بيانات بعدما يقرأ مجموعة بيانات العاب يقوم بطبعة السعر قبل التخفيض وقيمة التخفيض وهذا كان طبعا فيه تخفيض هنا أعطيك طبعا مثال على كيفية عمل البرنامج لاحظ أول ما بدينا هنا قرينا رقم اللعبة بعدين قرينا سعرها قرينا رقم لعبة ثاني وسعرها رقم لعبة ثالث وسعرها لما طلبنا رقم اللعبة هنا وعطانا ناقص واحد وقفنا خلاص لأن برنامج يقول لك يوقف لما يكون رقم اللعبة ناقص واحد في الحالة هذه قلنا أن السعر الكامل للعاب هذه 430 ريال التخفيض طبعا بما أنه شرى أكثر من لعبتين فيحصل على التخفيض لأنه ثلاثة العاب فيحصل على التخفيض 20% قيمة التخفيض 86 ريال والسعر بعد التخفيض هو 344 ريال فهذا مثال مثال ثاني هنا في لعبتين لاحظ قرينا لعبتين بعد كده ناقص واحد السعر قبل التخفيض 300 لأنهم لعبتين ما في تخفيض فصار السعر هو نفسه 300 ريال طيب السؤال أو اللي نبغى نسويه هنا بالنسبة لنا في اللاش اسمه نبغى نحل الآن البرنامج هذا نبغى نكتب برنامج طبعا احنا تعودنا أنه قبل ما نكتب أي برنامج نحاول أننا نحلل المشكلة خلونا نجلس نحاول نشوف التحليم هذا طبعا سامبل رن هذا مثال على كيفية عمل البرنامج مضبوط خلونا نحاول من خلال هذا المثال هذا أننا نطلع بكيفية كيف رح يعمل البرنامج عندنا طيب مش بيسوي البرنامج أو شيء يقولك برنامج يقرأ بيانات مجموعة من الألعاب بشكل مستمر فإذن البرنامج راح لو جينا بنكتب يعني التعليمات والخارزمية حكت البرنامج راح نقول الخطوة الأولى أنه اقرأ مثلا اقرأ اقرأ رقم اللعبة مزين بعد كده نقول هل رقم اللعبة يساوي ناقص واحد هل الرقم يساوي ناقص واحد هذا سؤال طبعا الآن لو الرقم ناقص واحد راح نوقف القراءة زين لكن لو الرقم ليس ناقص واحد دول جواب لا مضبوط دول جواب لا فإننا راح نقرأ قيمة اللعبة لاحظ هنا نقرأ رقم اللعبة بعد كده نقرأ القيمة وهذا اللي قالك هنا يقرأ برنامج بيانات مجموعة من الألعاب لكل اللعبة يقرأ الرقم وسعر اللعبة فإننا نقرأ اقرأ هنا اقرأ سعر اللعبة طيب لو كان الرقم ناقص واحد ما تقرأ سعر اللعبة الناقص واحد كأن المستخدم يقول لك أني خلاص طريق خلصت طبعا هذه حاجة غريبة شوي لكن هذه برامجة الابتدائية نحاول نحط فيها الأشياء لأن ما تعلمنا في طرق كثير في البرمجة يعني تساعدنا يعني نعطي خيار للمستخدم كيف يوقف العملية القراءة هذه خصوصا لما يكون عندنا واجهة رسومية لكن حاليا بما أن يعني في بداية البرمجة وفي برامج بسيطة فنستخدم الترك هذه نستخدم الطريقة هذه أنه والله نقول إذا دخل رقم اللعبة ناقص واحد معناه توقف خلاص كأنه هذا يقول للمستخدم خلاص وقف فنقول اقرأ سعر اللعبة طبعا لما يقرأ رقم اللعبة هنا راح يخزن راح يخزن رقم اللعبة في variable ID فممكن هنا نقول أنه والله عندنا هنا variable ID هنا تمام راح يطلع هنا سعر اللعبة راح يكون عندنا price مضبوط variable اللي هو price أو سعر سعر اللعبة طيب بعدما يقرأ الآن المستخدم بعدما نقرأ سعر اللعبة بعدين وش نسوي الآن بالحلة هذه يقول لك البرنامج يقرأ بشكل مستمر إذا اشتر الزبون أكثر من اللعبتين فسيحصل على التخفيض لكن السؤال الآن هل نبدأ نحسب السعر هنا زين بس كيف نحسب السعر وحن عندنا ألعاب جاية السعر معناته السعر الكلي اللي أنت بتطلبه الفاتور النهائي للزبون بس أنت ما تدري كم زبون يبيطلب من اللعبة مضبوط البرنامج قال لك يقرأ بيانات مجموعة من اللعاب بشكل مستمر مضبوط صحيح راح نحسب السعر ونطبع السعر قبل التخفيض وقيمة التخفيض وكذا لكن هذا يكون بعدما نقرأ كل الألعاب اللي جايتنا طيب كم الألعاب اللي جايتنا اللي بنقرأها ما ندري ممكن نقرأ ثلاثة زي ما هو بنا ممكن نقرأ لعبتين زي ما هو بنا ممكن نقرأ عشر إلى أن تجينا ناقص واحد مضبوط إذن هنا نقول مرة ثانية هنا نقول اقرأ زي ما رقم اللعبة ومرة ثانية هل رقم اللعبة يساوي ناقص واحد زي ما أحضر التعليمات نعطيها للكمبيوتر مضبوط لو قلنا الجواب لا مرة ثانية اقرأ سعر اللعبة تمام نفس المتغير هذا البرائس والائدي رح نستخدمه أو من تستخدم المتغير ثاني مفكر خلنا حين نشوف ما مثلا نقولنا من نستخدم نفس المتغير ناقص نقرأ مرة ثانية زي ما طيب لو ناستخدمنا الآن نفس المتغير زي ما حنا ما يهمنا حنا سعر كل لعبة ما يهمنا سعر كل لعبة سعر اللعبة نقرأه من المستخدم لكما رح نطبعه فيما بعد حنا يهمنا المجموع مجموع السعر الكلي السعر قبل التخفيض المجموع بالنهاية وقيمة التخفيض والسعر بعد التخفيض فإذن لابد أن هنا نقول هنا لابد أن يكون عندنا مجموع الكلي فنقول هنا المجموع أو أخلأ كتبها يعني لابد أن يكون عندنا variable نقول هنا total price total price سوي 0 أول ما نبدأ المجموع سوي 0 مضبوط بالنسبة للتخفيض هل في تخفيض ولا ما في تخفيض ما ندري هذي بعد ما نشوف يعني بعدين كم لعبة نقراها التخفيض اعتمد على عدد الألعاب لكن حنا صحيحنا ما ندري كم التخفيض لكن نحتاج أن نعرف كم عدد الألعاب فإذن لابد أن نحط هنا عندنا variable number مضبوط اللي هو عدد الألعاب ونقول number 0 عدد الألعاب 0 فإذن أول ما نبدأ نقول ضع يعني هنا مثلا نقول ضع شو اسمه ضع صفر في total price وضع صفر في num اللي هي الإسناد عملية الإسناد فهذه كان نوامر بعد كده نبدأ نقرأ فهو ما نبدأ لاحظنا ما عرفنا حننا نبي نستخدم variable total price و num إلا بعد ما نبدأنا شوي نحلل الموضوع ونحلل الخوارزمية شوف كيف تشتغل بدأنا نكتشف والله إن نحتاج الvariables هذي الآن هنا إذا قرينا لعبة اقرأ الرقم اللعبة زين هل رقم اللعبة ناقص واحد لا رقم اللعبة ليس ناقص واحد إذا نقدر نقول هنا والله ما دام رقم اللعبة ناقص واحد نقدر هنا نجي نحط نقول num plus plus زد عدد على العاب لأن قرينا لعبة واضح فلاحظنا في تعليمة هنا تعليمة جديدة نقول ضع يعني المهم هذه تعليمة جديدة يعني statement جديدة طبعا num plus plus بحد ذاتها statement جديدة تعتبر جملة جديدة أو تعليمة جديدة أيضا هنا لما نقول اقرأ سعر اللعبة نبغى هنا نحسب السعر كم طيب السعر النهاي بعد ما نقرأ سعر اللعبة السعر النهاي ساوي السعر النهاي القديم total price total price total price يساوي total price القديم مضبوط total price القديم زائدا ال price الجديدة زين أو بالعربي نقول أنه السعر الجديد يساوي السعر القديم زائد سعر اللعبة المدخلة مضبوط فهذه عبارة جديدة اكتشفناها بعد ما أننا بدنا نفكر أكثر وأكثر بالبرنامج نحل البرنامج ونكتف أكثر أكثر الكلام هذا اللي سوناه لللعبة له لا نفس الشي نبين راح نسوي لللعبة الثانية فإذا لابد هنا نحط نفس الشي none plus plus زين ولا بد هنا نقول total price total price total price total price total price القديم زائد price total price القديم هذا اللي هو هذا اللي هو حسبناه هنا مضبوط فهنا total price القديم صفر هذه صفر زائدا سعر اللعبة الأولى مثلا 100 فيكون السعر الكلي 100 هنا نيجي total price القديم هو المية ذي اللي حسبناها زائدا سعر اللعبة الجديدة مثلا 130 فيكون 230 فهذه السعر الجديد المجموع الكامل الجديد وهكذا لاحظ أنه أنت لو فكرت مني بشكل يعني عميق راح تلاحظ أنه هذا يبيكمل لنا الموضوع هذا واضح جدا أنه الموضوع يبيكمل معنا نفس هذه إليه في النهاية وشو في النهاية نقول اقرأ رقم اللعبة زين طبعا نخزنها في الـ ID بعدين نقول هل رقم اللعبة يساوي ناقص واحد نعم إذا صار رقم اللعبة يساوي ناقص واحد فمعناته أنه هنا نتوقف طبعا نوقف نتوقف عن قراءة الألعاب خلاص المستخدم كانوا يقولنا لما دخلنا ناقص واحد يقول خلاص وقفنا ما عدنا نقرأ العاب الآن جاء وقت الجزء هذا من البرنامج الجزء هذا الذي يقوم بطباعة السعر نبدأ نحسب نبدأ نحسب هل يحتاج تخفيض ما يحتاج تخفيض سواء يحتاج كم السعر قبل التخفيض وكم قيمة التخفيض وكم السعر بعد التخفيض فنبدأ نحسب الجزء هذه تمام فهذه الفكرة فهذا الشيء اللي نبين سويه لو تلاحظ معي هنا في التحليل في التحليل اللي سويناه هنا لاحظ أنه الجزء هذه من البرنامج الجزء هذه مضبوط مرة ثانية المرة الثالثة هنا رح تكرر ثلاثة وأربعة إلى أنه المستخدم دخل أيش ناقص واحد تمام الجزئية هذه ويعني لما جينا حللنا هنا الآن الآن من خلال التحليل هذا عرفنا أنه في شيء رح يتكرر عدد غير محدد من المرات زين في كود في أوامر نبين نعطيها الكمبيوتر الأوامر هذي ينفذها الكمبيوتر عدد غير محدد من المرات لأن مستحيل نكتب نبتل نكتب أوامر البرنامج لازم يكون سلسلة أوامر منتهية هذا شرط البرنامج سلسلة من أوامر أو من الجمل منتهية زين عندنا سلسلة غير منتهية فلما تكون السلسلة غير منتهية بالشكل هذا معناته أنه لوب هي نفس الأوامر جالسين نكررها كل شوي نكررها لاحظ نفس الأوامر بالضبط جالسين نكررها فمن هنا نستنتج أنه والله نحتاج لوب نحتاج تكرار مضبوض إذا نقدر نقول أن العملية هذه الآن زين نبغى نحطها في لوب قلنا نكتب ها هنا مثلا زين وش بنقول هنا مثلا نقول أنه والله مثلا اقرأ اقرأ رقم اللعبة زين ثم اقرأ رقم اللعبة read read id تمام linux int أقول كذا بدأ نقول while id لا يساوي زين while id لا يساوي ناقص واحد تمام إذا طالما أن id لا يساوي ناقص واحد فإننا نبغى إيش نبغى اللي هذي هالرقم اللعبة while id لا يساوي ناقص واحد هي نفسها هالرقم اللعبة نبغى هنا نقرأ سعر اللعبة فنقول هنا فهنا يجي اقرأ سعر اللعبة ازين اقرأ او read read خلنا خلنا بالانجليزي we need read price حق اللعبة مو بس نقرأ سعر اللعبة برضو رح نزيد عدد الألعاب num plus plus وبنفس الوقت total price رح نزيده فهذه الجملة رح نجيبها هنا كل هذا رح يكون وين يكون في جملة ال while تمام الشيء المهم هنا اقرأ رقم اللعبة هذه اول شي احنا قرينا هنا صح قبل ال while مضبوط بعدين هل الرقم يساوي ناقص واحد ولا لا الرقم ما يساوي ناقص واحد اقر سعر اللعبة زد عدد العلعاب حسب لي الجملة الجديدة الآن اذا خلصت الو تماتيكت بترجع ال while زي ما ال id مرة ثانية اقر رقم اللعبة من جديد واضح فاذا لو جيت للتكرار فعليا انشك للتكرار قدامك هذي دائم تخدع في ال while لوب زين فانتبه لها شوي فعليا التكرار هو هذا هذا الجزء اللي تكرر هذا مضبوط بدلين اقرأ رقم اللعبة وهكذا هذا هو فعليا الجزء اللي تكرر وليس دائم اقرأ رقم اللعبة هذي في البداية تكون بعدين ليش ليش الجزء هذا هو اللي تكرر يترك بسيطة لان بنية طريقة كتابة جملة ال while تخليها بالشكل هذا بس هذي الفكرة مضبوط كثير من الطلاب اللي اخبضهم موضوع هذا بس انتبه للموضوع هذا وفعليا في البداية بداية تحليلنا كان ممتاز ما في اي بشكلة عرفنا منه انه في لوب بس لما دينا نكتب اللوب الان لما تجي تكتب اللوب تعرف وش الجزء اللي داخل وش الجمل اللي راح تكتبه بجوه اللوب والجمل اللي بره اللوب بس انتبه للنقطة هذي مضبوط ان التكرار ما يصير بالضبط زي التكرار اللي انت قدامك لما كتبته بالتحليل مضبوط ممكن تكون كذا في جملة بره يعني لازم اول مرة نقرأ ال اي دي بره اللوب مضبوط عشان يشيك المرة اللولة في اللوب لكن لازم برضو في نهاية اللوب قبل ما تدور الدور الثاني الووب تمتيك الكمبيوتر تمتيك خلي اللوب ترجع تمتيك خلي هذا يرجع فلازم نقرأ ال اي دي من هنا عشان ما نبتل ندور لو ما قرأينا ال اي دي يزيد العدد ويحسب ال برايس الجديدة زي الجملة اللي قدامك ثم بعد كده يرجع لو ما في الجملة هذه لو هذه الجملة مهم موجودة يبي يرجع تمتيك وما زال ال اي دي بواحد ما يقرأ فانت من النقطة هذه بس زي ان ارجو انك تكون انتبهت وواضح لك النقطة هذه في نهاية البرنامج طبعا بر ال وايل عملية حساب السعر زي ان عملية حساب السعر قبل التخفيض وقيمة التخفيض والسعر بعد التخفيض هذه كلها على بعضها عملية ما لا دخل باللوك ما تتكرر يعني انت حي تخيل ان قدام واحد يحاسب لك زي ان الشخص هذا يبتل يتكرر العملية يحاسب يحاسب يعني قدامه الاغراط يجيس يحاسب لك مثلا زي ان بالسوبر ماركت يحاسب يحاسب بآخر شي مضبوط لما يجي يحاسب لك مثلا اذا في تخفيض ولا ما في تخفيض هذه تصير بآخر شي يقولك ترى يدق الزر عنده يقولك ترى والله السعر الكامل حقك مثلا 200 ريال ومثلا اذا كان في تخفيض والله في عرض ولا شي ترى خفضنا لك مثلا 10% ولا شي زي كده وصار السعر 190 ولا 180 ولا حاجة زي كده تمام فهذا الشي اسمه فهذه هذه هذه ملاحظة يعني طبعا انا حاول اني يعني صراحة تحليل المشاكل في البرمجة كتابة هذا فن وصعب ان يدرسك فن يعني هذا فيه فن وذكاء شوي صعب ان يدرسك اياه كيف تسوي لكن مع كثرة التدريب وكثرة المحاولات شاء الله طبعا الناس يختلفون على حسب قدراتك الذهنية وقدراتك المنطقية يعني هذا واضح الاختلاف بين يعني بين الناس ولكن اللي ينقص عندك في القدرات سيتعوضه بكثرة التدريب يعني هذا شيء يعني معروف ومسلم فيه فاذا هنا بعد الوائل راح نضع الجمل البسيطة المتبقية اللي هي أنا بنقول طبعا مش بنقول حنة بنقول بعد الوائل ممكن اكتبهلك بالعربي هنا اذا العدد اذا عدد الالعاب اذا عدد الالعاب اكبر من اكبر من اثنين التخفيض التخفيض يساوي عشرين تقسيم مية زين هذا التخفيض يعني عشرين بالمية مضبوط وإلا وإلا فأن التخفيض اللي 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 يطلع لنا طبعا يكون تخفيض يساوي صفر طبعا زين فالتخفيض ما في اي ما في اي تخفيض يعني واضح فهذه العملية الآن بعد ما انك تقول هذه الآن هذه واضح انها جملة ف طبعا لما نجي نترجمها يعني بالبرمج لما يقول هنا ف طبعا زين تقول هنا ف نم اكبر من اثنين فإنه الدسكاونت دسكاونت gets 20 على 100 else دسكاونت gets 0 تمام طبعا الكود ملخبطة نعارف وهذه طبيعة الكود اللي دائما الشو اسمه محاولة ايجاد الخوارزمية وفل الخوارزمية شي طبيعي جدا دائما يصير يعني فتلقى يعني ملخبطة قدامك تقدر ان ترتبها يعني اقدر يعني مفروض الحين اني اجهز كده ورتبها مرة ثاني في ورقة قبل ما اني ابدأ اكتب البرنامج اكتبها كده اكتب الكود هذا بالانجليزي اكتبه كده في ورقة برا مبلازم بالملي يعني انت قبل ما تكتب اكتب اكتب تكتب كده برا مرتب ومنظم بعدين تروح الاكتب وتكتب بعد البرنامج نفس وتجرب البرنامج طبعا بقينا هنا اخيرا نقول انو total price خلاص عدل price نقول مثلا total price after discount مثلا ولا ولا اللي تبغى او تسمي total price منقول هنا total price اللي السعر الكلي زين total total price gets اللي هي السعر السعر العادي ل سعر العاب الحالي منقول هنا price أو السعر total price القديم هذا مضبوط ناقص أو عفوا في في واحد ناقص discount زين هنا ما عليش هنا نقول لنا السعر يساوي ساوي هنا خلنا نحط بس هنا على total هذي عملية حساب التخبيض يعني total price ناقص ما عليش هذي ناقص هنا total price ناقص العموم الآن إن شاء الله نشوفها في البرنامج تكون واضحة يعني فالسعر الكلي ساوي السعر الكلي ناقص السعر الكلي بعد ما نحسب منه كما discount اللي موجود عندنا هذي حسبة كما discount اللي أنت نخفض يعني مثلا هنا هذي حسبة كما discount مزين حسبة total price تقول إنه والله total price ساوي total price في واحد ناقص discount نشوف الحين إن شاء الله بسرعة بالبرنامج إن شاء الله بالبلة دي طيب